موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام اليوم هو الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من العام 2017 أي بعد يومين من الذكرى الثالثة لنكسة 21 سبتمبر وقبل ثلاثة أيام من الذكرى الخامسة والخمسين للثورة اليمنية الأم طورة 26 سبتمبر فيا ترى ما الكلام الذي ينبغي أن نقوله اليوم ونحن بين تاريخين أحدهما هو الأسوأ على الإطلاق والآخر هو الأعظم على الإطلاق خلال ألف سنة تقريباً تاريخان تجاورة في أسبوع واحد هل نكتفي بتحويل 21 سبتمبر إلى حائط مبكة نذرف فيه دموع الندم على منفرطنا في حق الوطن والجمهورية أو نكتفي بتحويل 26 سبتمبر مثلاً إلى مناسبة لخيانة ثورة 62 بإهمال رموزها الحقيقيين كما فعلنا من قبل وبإهمال ثقافتها الوطنية هل نفعل ذلك؟ أم نبدأ في طرح الأسئلة الضرورية التي تفرضها علينا طبيعة اللحظة التاريخية التي نعيشها؟ أسئلة النقد الذاتي التي تطرحها أي أمة محترمة تعثرت كما تعثرنا الأمم تتعثر لكنها تقف من جديد على قدمها وتطرح أسئلة النقد الذاتي حتى لا يتكرر تتكرر العثرة أمم مرت بمثل ما مررنا به لكنها استفادت من الدرس الجواب واضح نحن الآن في أمس الحاجة إلى الإجابة الدقيقة والصادقة عن سؤال لماذا حدثت نكسة 21 سبتمبر؟ ما السياسات والآليات التي أوصلت اليمن بعد خمسين سنة من الجمهورية إلى حضن الإمامة مرة أخرى؟ هل هو خلل في السياسة؟ أم خلل في الثقافة والتربية؟ أم خلل في جميع هذه المنظومات؟ هذه الأسئلة الأساسية وغيرها من الأسئلة الجانبية التي سنحاول طرحها سنناكشها في هذه الحلقة كونوا معنا كان مشهداً فانتازياً كأنه خيال ذلك الذي شاهده اليمنيون في 21 سبتمبر من العام 2014 مركبات عسكرية بالرايات الإمامية عليها قطعان من الهمج الذين لا يكادون يفقهون كولا تغزو صنعاء العاصمة عاصمة الجمهورية اليمنية وتسقطها في ساعات في صمت مريب من سفارات العالم الحر وتواطئ كامل من قوى كانت تقدم نفسها باعتبارها قوى تقدمية وجمهورية وذهب اليمنيون يتساءلون هل هذا كابوس؟ هل نحن في واقع عام في كابوس؟ هل سقطت الدولة والجمهورية بالفعل؟ هل ذهبت مضالات أبناء آبائنا وأحلامنا الجمهورية وأغانينا الوطنية أدراج الرياح؟ من الذي فعل بنا هذا الفعل المنكر العظيم؟ أين قوات الحرس الجمهوري؟ أليست قوات النخبة اليمنية لحماية الجمهورية؟ قبل أن يكتشف المتسائلون بأنفسهم الخديعة الكبرى خديعة اشتراك الحرس الجمهوري نفسه في الانقلاب على الجمهورية وهذه إحدى المفارقات الغريبة المفارقات الساخرة في تاريخنا كله القوات التي قيل لنا أنها لحماية الجمهورية والتي أخذت اسمها من الجمهورية هي التي خانت الجمهورية وسلمتها للإمامة بالطبع ليس كل أفراد الحرس الجمهوري فعلوا ذلك فقد كان فيهم وطنيون يرفضون هذه النتيجة لكن لا مناص من الاعتراف بأن القوام الأساسي لهذه القوات كان عبارة عن ميليشيا تابعة لصاحب المشروع الانتقامي المشروع الانتقامي الآخر مشروع علي صالح لأنه عندنا أكثر من مشروع انتقامي من هذا البلد مشروع الإمامة هو مشروع صالح كلاهما مشروع انتقامي من هذا البلد بل إن هذه القوة الممثلة بالحرس الجمهوري كانت صنعت خصيصا لحماية مشروع التوريث الذي لا يختلف عن مشروع الإمامة إلا في الدرجة كلاهما مشروع ملكي شمولي يعطل الحقيقة الجمهورية وينفيها وينبغي أن يكون هذا التاريخ مناسب لتذكر الخيانات التي غرست خناجرها في خاصرة الجمهورية والأمة اليمنية لا يجوز أن ينسى اليمنيون هذه الحقيقة حقيقة أنهم تعرضوا لخيانة تاريخية عرضت مستقبلهم ومكتسبات نضالهم الوطني للضيع ذلك النضال الذي بدأ كما قال الأستاذ مطاهر الإرياني في مقدمة مذكرات القاضي عبد الرحمن الإرياني قال أن هذا النضال بدأ مع المشروع الفكري الوطني لأبي محمد الحسن الهامداني أوائل القرن الرابع الهجري مئات من السنين قربت ألف سنة منذ أن تشكل هذا المشروع الوطني آنذاك مع ظهور يعني بوادر المشروع الإمامي في اليمن ويلفت الأستاذ مطاهر رحمه الله يلفت النظر لحقيقة تاريخية فيقول ما معناه إنه ما من نظام حكم أجنبي أراد أن يحكم اليمن إلا وجد مقاومة شرسة من اليمنيين إلا أن نظام الإمامة قد وجد حالة خاصة من المقاومة اليمنية لأنه نفسه حالة خاصة بين أنظمة الحكم نظام حكم مستفز لكرمة اليمنيين ومشاعرهم الوطنية يحمل في جوفه استعلاء واستبداد مطلقين لا يعترف للشعب بحق من حقوقه ولا يرعى في اليمنيين إلا ولا ذمة هذا المشروع غير طبيعي بطبيعته وجد أيضا مقاومة غير طبيعية جعلت اليمنيين يتصورون بأن المشروع الوطني اليمني هو نقيض المشروع الإمامي صارت الهوية الوطنية هي نقيض الهوية الإمامية ألف سنة منذ أن تشكل المشروع الوطني اليمني وهذا أعتقد أكدى مشروع وطني في الوطن العربي لا أظن أن أمة في الوطن العربي استيقظ حصها الوطني وهويتها الوطنية بشكل مبكر كما فعل اليمنيون هذه الحكائك ينبغي أن نتذكرها اليوم وأن نمضي على هذا الخط حتى لا نكع فريسة لمشاريع الاستعباد والإذلال التي تمارس علينا منذ مئات السنين من الحكائق التي ينبغي أن نتذكرها أيضا في هذا اليوم أن سقوط صنعاء العاصمة وسقوط الدولة اليمنية وربما سقوط الجمهورية لا قدر الله قد سبكته عملية إسقاط للمجتمع اليمني نفسه أقول عملية إسقاط لا سقوط لأنها حدثت بفعل فاعل هناك من أسقط المجتمع اليمني قبل أن تسقط دولته وعاصمته ولولا عملية الإسقاط هذه ما خرج الحوثي من صعدة لولا أن المجتمع اليمني قد أسقط قبل سقوط صنعاء وسقوط الدولة ما استطاع الحوثي أن يتحرك من صعدة إلى صنعاء أعني أن هناك من أسقط حصون الجمهورية في العقل والكلب قبل أن يسقط حصونها في الواقع فمن المسؤول يا ترى عن هذه الجريمة؟ ليس هناك سوى متهم واحد حتى الآن هو ذلك النظام الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود قبل وقوع النقسة الحوثية نظام المخنوع صالح الخائن رقم واحد في تاريخنا الحديث علي صالح وشركاؤه الذين تسببوا في بقاء اليمنيين في حالة جهل وحالة جاهلية تحت ظلال الجمهورية هم المتسببون وهم المسؤولون أن عودة الإمامة وقيامها من مرقدها هي دليل على بقاء جرثومتها تحت جلد الجمهورية أكثر من خمسين عام تراثيم الإمامة كانت باقية تحت جلد الجمهورية من الذي أبقاها؟ من المسؤول عن بقاء جرثومة الإمامة في ثقافة قطاع كبير من اليمنيين طوال خمسين عاما من الجمهورية هذا سؤال ينبغي أن يطرح وأن يناكش وأن يحاسب المسؤول من الذي يحفظ هذه الوديعة طوال هذا الوقت وديعة الإمامة هناك نقطة شعبية متداولة اليوم تقول إن الإمام أحمد قد أودع السلطة عند علي عبدالله صالح أمانه إلى حين يكبر العيال ويسلمها لهم لا أحد يستطيع أن يخدع اليمنين أو جميع اليبنيين طوال الوقت لا علي صالح وأنصاره الذين يحلوا لهم إنكار دورهم في هذه الجريمة ويتغافلون عنها تماما ولا حتى دول الإقليم التي أسحمت بكل مكر في وصول اليمن إلى ما وصلت إليه ومن المناسب أن نتذكر دور المخلوع باستمرار ولعل هذه المكالمة مع أحد رجاله الحوثيين رجاله الذين زرعهم في الحركة الحوثية لعلها تكشف يعني جزءا من الدور أو يعني نموذج من الدور الذي كان به صالح في هدم الجمهورية نستمع إليه يا عبد الوحد أحلى أو أحلى أتواصلوا مع عارف تمام وعبد الحديث الذهب إن شاء الله وأحلى الكوحراني ذا كتشف خلط إن شاء الله أردتك أنا وأعرف بعد الغد إن شاء الله والحركة هذه حضرت يعني سيدرو على يعني المنابل البري والبحري والجوية واضح منذ ما جي جلسوا أنتوا عدلتون هنا كد لا لا معنى قلت لك ما تطلعك طائرة إن شاء الله وعن الرفاق هايوة 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 حصلت طائرة حصلت لشياتي اليوم يجابي نعم المخلوع في هذه المكالمة يقوم بدور الشريك والقائد الموجه لارتكاب جريمة لكنه لما سئل في مقابلة تلفزيونية بعد ذلك عن علاقته بالحوثين قال إنه يتواصل معهم لتقديم بعض النصائح بعد أن ينكشف تواصل معهم راح يبرر هذا التواصل وقال أنه لتقديم النصائح وهي نصائح ليست موجهة ضد أحد هكذا قال هكذا كذب في ممارسة للكذب ليست غريبة عليه فهو أحد أشهر الكذابين في تاريخنا السياسي تعالوا نستمع إلى الواعظ الناصح علي عبد الله صالح أنا لا أخفي إنه في تواصل ومرأسلات ومعظمها نصائح لأخوان في أنصار الله نصائح لمصحة البلد ليست هذه النصائح موجهة ضد أحد ولكن في إطار التسامح والتصالح والحوام مثل هذه الأكاذيب إذا ظهرت في المجتمعات التي تحترم نفسها يكون مصير المسؤول الكذاب السجد ومزبلة التاريخ بعد ذلك هذا في المجتمعات المحترمة التي تحترم نفسها أما في المجتمعات التي لا تحترم نفسها فالكذاب يصبح زعيم أو كما قال أحمد مطر بالتمادي يصبح اللص بأوروبا رئيسا للنوادي وبأمريكا زعيما للعصابات وأوكار الفسادي وبأوطان التي من شرعها قطع الأياد يصبح اللص زعيما للبلادي جريمة صالح لا تكتصر على التحالف مع الإمامة لإسقاط العاصمة وإسقاط الدولة وربما الجمهورية بل إن جريمته الكبرى هي أنه طوال سنوات حكمه حمل على إضعاف القيم الجمهورية في نفوس الناس كانت النتيجة أن ذهبت قطاعات عديدة من اليمنيين لمناصرة مشاريع صغيرة على حساب المشروع الوطني الجامع يعني إحنا بعد خمسين سنة بدل ما نتمسك بالجمهورية أكثر وبدل ما نراكم الوعي الجمهوري تراجعنا تراجعا كبيرا وإذا بنا طرائب قددا موزعين على مشاريع صغيرة تافهة مشاريع جهوية مشاريع مذهبية مشاريع يعني حزبية مشاريع مناطقية وكأنه الوعي الجمهوري غاب كماما من الذي غيب هذا الوعي الجمهوري سياسة النظام السابق كان يفعل ذلك عمدا لكي يهيئ الناس لقبول مشروع التوريف وتأسيس مملكة عفش لأنه يدرك أن بقاء الوعي الجمهوري سيعرقل مشروع التوريف لا تستطيع أن تروج لمشروع التوريف في مجتمع لديه وعي جمهوري عالي لأنه يعرف أن الجمهورية ما ينفعش تتحول ملكية ولعلنا جميعا لاحظنا كيف أن الاهتمام بثورة 26 سبتمبر كتخفت في السنوات العشر الأخيرة من حكم علي صالح كذلك من المناسب أيضا اليوم أن نتذكر دور الأشقاء والأصدقاء الذين أوصلوا الحوثي إلى مشارف صنعة تعالوا نجتمع إلى المفاوض السعودي المعروف أنور عشقي أنور عشقي هو المفاوض السعودي الشهير الآن هو الذي يفاوض الحوثي من قبله هو الذي يفاوض إسرائيل الآن يعني للتطبيع أنور عشقي يتحدث عن دور أمريكا ودور الإمارات على الأكل نقول على الأكل لأنه ربما كان هناك دور آخر للسعودية لم يفصح عنه يتحدث عن دور أمريكا والدور الإمارات في وصول الحوثي إلى مشارف صنعاء. تعالوا نستمع إليه. قد لا أكون قد أفشيت سرا. فالحوثيون قد وعدوا لولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سيضربون الإرهاب. ولكنهم وجدت لولايات المتحدة الأمريكية أنهم خذلوهم وذهبوا إلى صنعاء واحتلوها. لهذا لولايات المتحدة الأمريكية غضبة. أيضا خذلوا طبعا دولة من دول المجلس التعاون. وأنهم سوف يضربون فئة معينة في اليمن. ولم يقوموا بذلك. بل أخذوا الأموال الطائلة. وأخيرا وعدوا المملكة العربية السعودية. وعبد الملك الحوثي نفسه وعد المملكة العربية السعودية. وقال بأني مستعد أن أتعاون مع المملكة العربية السعودية وأترك إيران. وجاء هذا الموضوع عن طريقي. فحينما جاءت. قلت لجب أن يكتب الكلام هذا ويوقع عليه. فكتب هذا الكلام ووقع عليه وتوقيع ه لا يزال في مكتبنا. اللافت في هذا الكلام هو أن استعداد الحوثيين لقطع العلاقات مع إيران والتصالح مع النظام السعودي الذي طالما أكد أنه مشروع صهيوني أمريكي. يعني هناك استعداد للتصالح مع النظام الذي طالما قيل أنه نظام أمريكي صهيوني. الحوثي مستعد لإقامة علاقة ضمن حلف أمريكا في المنطقة. وهو الذي صدع رؤوسنا بشعارات العداء لهذا الحلف. هذا يكشف عن الطبيعة الانتهازية في الحركة الحوثية الإمامية وعن البعد الأخلاك المنحط للمشروع الإمامي. لا يعنيهم شيء سوى الوصول إلى كرسي الإمامة. هذه القيام وهذه المعاني التي يقدمونها عن فلسطين وعن العداء لأمريكا كلها مجرد ديدان لاستياد السمك في البحر. استياد المواطنين البسطاء. ونحن لا نعرف ما هي الحقيقة التي عطلت هذا الاتفاق. يعني لماذا تعطل هذا الاتفاق. لكن يبدو أن وجود صالح كان أحد الأسباب. يبدو أنه يعني خلط عليهم الأوراق. ليس المهم أن نتذكر أسماء الخوانة الآن. وإنما المهم أن نتذكر صفاتهم. الخيانة ليست طفرة. الخيانة ليست طفرة تحدث بدون مقدمات وشروط. الخيانة ثمرت نظام أخلاكي هش في الفرد وفي المجتمع. نظام أخلاكي تم تحطيمه على مدار ثلاثة عقود. أكثر من ثلاثة عقود. وعلي عبدالل الصالح ينخر في النظام الأخلاكي للمجتمع. كانت النتيجة وجود قطاعات كبيرة من اليمنيين تمارس النفاق. تنخرط في مشاريع غير وطنية وتخون الجمهورية والدولة. والذين خانوا اليمنيين وسلموا دولتهم وجمهوريتهم ومستقبلهم للإمامين ليسوا أشخاصا عاديين. هذولا كانوا نخبة القوم. بعضهم سياسيين أكسموا يمين المسؤولية على المصحف أن يحافظوا على النظام الجمهوري وعلى سلامة اليمن ومكتسبات اليمنيين. وبعضهم ضباط وعساكر أكسموا على أن يكونوا حماة الوطن وأن لا يكونوا تبعا للأسرة الفلانية أو السلالة الفلانية ومن هذه النخبة أيضا المثقفين مرضى بالأحقاد صفقوا للجائحة الحوثية في لحظة نشوة لحظة نشوة يشعر بها الإنسان الصغير عندما ينتقم من خصمه ولو على حساب الوطن مثل ذلك الأحمق الذي قالوا في تعريف الأحمق هو الذي يشع البيت لكي يقلي بيضة بعض مفقفين بلغ بهم الحمق أن يحرق الوطن بالكامل من أجل أن يحرقوا بيضة الإصلاح كل هؤلاء كان لهم لابد أن لهم صفات ينبغي أن نتذكرها ونحن بصدد ترميم مستقبلنا تعالوا نشوف الخائن الأكبر وهو يؤدي اليمين الدستورية للحفاظ على الجمهورية من أول صعوده للسلطة بسم الله الرحمن الرحيم أكسر بالله العظيم أن أكون مثل استكن بكتاب الله وسن في رسوله مخلصا لديري ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهوري ومبادئ الثورة وأن أحترم دستورة البلاد وقوانينها أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا أبكو ماان أبكو ماان شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين لاستكمال شكرا للمشاهدين ليستدخل حكرا للمشاهدين مرحبا بكم من جديد يمكن الذي قلناه في المحور السابق والذي سنقوله في هذا المحور قد لا يكون جديدا قد لا يكون جديدا عليكم لكن ليس من الضروري أن يكون كل كلامنا جديدا المهم أن نجدد إيماننا بالحقائق السامية بالقيم السامية ومنها قيم ثورة سبتمبر 1962 لأن هذه القيم هي ذاتها تجديد لقيم الإسلام نفسه الدين الذي اختاره اليمنيون قبل ثلاثة آلاف سنة بعد أن اعتنقته جدتهم ملكة سبع على يد الملك سليمان عليه السلام مباشرة في ذلك الحين دخل اليمنيون الإسلام وليس قبل 1400 سنة كما يقال وقد جددوا إيمانهم بهذا الدين وصححوا ما تحرف منه على يد اليهود أو على يد اليهودية الحركة اليهودية التي وصلت إلى اليمن أيضا جددوا إيمانهم بهذا الدين مع بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اليمنيون عرفوا الإسلام إذن قبل ثلاثة آلاف سنة ولا فضل للرس في هذا الأمر قلنا إن قيم ثورة 26 سبتمبر هي مساهمة يمنية أخرى في تجديد قيم الإسلام نفسها قيمة التوحيد قيمة المساواة قيمة الحرية قيمة الوحدة قيمة العدل هذه القيم الدينية كانت قد تعرضت للتشويش تعرضت للتحريف على يد الفكر الإمامي ونظام الحكم الإمامي حقيقة التوحيد تعرضت للتشويش بخرافة الاصطفاء العرقي والإمامة الإلهية التي أصبحت مدخلا للتشكيك في عدالة الله نفسه لا يمكن للإنسان الحر العاقل في الزمن الحديث أن يكبل عقيدة تقول إن الله قد منح بعض البشر امتيازاً عرقياً على غيرهم داخل النوع الإنساني أو داخل النوع الواحد وإذا كان هناك بعض السدج والجهلة يكبلون بمثل هذه الأفكار فإن مليارات الآدميين في هذا الكوكب سيعتبرونها دليلاً على بطلان الدين إذا صحت منذ اللحظة الأولى لدخول الفكر الإمامي إلى اليمن وجد مواجهة من قبل النخبة اليمنية الممتازة في كل عصر هناك دائماً نخبة تحمل شرف مقاومة المشاريع البائسة وهي التي تدفع الثمان طوال الوقت اشتهر من بين نخبتنا القديمة أبو محمد الحسن الهمداني ثم مطرف بن شهاب الشهابي مؤسس الحركة المطرفية وهو بالمناسبة من صعدة الحركة المطرفية التي نكل بها فيما بعد حبط الله بن حمزة الرسي بسبب رأيها في الإمامة حركة وطنية قالت نحن نقبل من هذا المذهب الذي جئتمونا به الذي يسمونه المذهب الزيدي نقبل منه يعني الجانب الفقهي ونقبل منه الجانب كثير من الفكر لكن فكرة الإمامة في البطنين هذه غير مقبولة الإمامة في الإنسان الصالح أي أن كان وهذا ما استفز حبط الله بن حمزة فغدر بهم ونكل بهم وصنع لهم مذبحة كبيرة أودت بكرابة عشرين ألف من المطرفية ومن يومها قضية تماما على هذا الاتجاه الفكري كما اشتهر أيضا من شخصياتنا الوطنية أو شخصيات التيار الوطني القومي الفقيه نشوان بن سعيد الحميري المثقف الواسع طلع كل هؤلاء وغيرهم من من جاءوا بعدهم قاوموا الأوهام الإمامية المقدسة وكان ذلك في صالح الإنسان وفي صالح حقيدة التوحيد كما قلنا حقيدة التوحيد التي لا تقبل مثل هذا الباطل ثورة ستة عشر سبتمبر أيضا كانت بمثابة تتويج نهائي لنضالات الحركة الوطنية اليمنية في صراعها مع الإمامة من هنا تأخذ ثورة سبتمبر عظمتها وأهميتها من كونها ثورة ضد ثقافة وفكر الإمامة قبل أن تكون ثورة ضد نظام حكم الإمامة وهذا هو الملمح الأساس في الثورات الإنسانية الكبرى كل الثورات الكبيرة في التاريخ البشري جانب العظمة فيها أنها كانت ثورة ضد ثقافة ونظام أخلاق قبل أن تكون ثورة ضد نظام حاكم ثورة الفرنسية كانت كذلك الثورة الصينية ثورة الروسية حتى الثورة الإيرانية كانت كذلك هذا الملمح هو الذي جعل ثورة ستة عشر سبتمبر ثورة عظيمة ثورة كبرى وإلا كانت ستحسب مجرد انكلاب عسكري كما يحل للبعض أن يسميها بعض الإماميين طبعا كل هذا الكلام يثبت أن من المستحيل أن يتصالح اليمنيون مع نظام الإمامة والفكر الإمامي وإن كانت بعض الشرائحهم قد تورطت في الالتحاك بهذا المشروع اليوم لن يستكر الأمر لهذا المشروع يقينا كل ما سيحدث هو أنه سيعطل الاستقرار ويبدد جهود اليمنيين في التنمية والتقدم لكنه في النهاية سيندحر أو بتعبير أدك سيددحر هذا الظهور للمشروع الإمامي بالتأكيد هو الظهور الأخير ربما شاءت الأقدار أن يتخلص اليمنيون دفعة واحدة من كل المشاريع الكذرة التي أهانتهم وعطلت قواهم وأهدرت مقدراتهم وكرمتهم المشروع الإمامي من المشاريع السياسية القليلة التي يمكن للمرء أن يتنبأ بنهايتها لأنه مشروع غير طبيعي مثله مثل المشروع الصهيوني في المنطقة هذه أجسام غريبة على التكوين الطبيعي للنظم الاجتماعية في المنطقة لأنها مشاريع عنصرية أساسها مقولات عنصرية وأبناء هذه المنطقة في غالبهم لا يطيقون شعور الاستعلاء عليهم كما تطيقه شعوب أخرى وأمم أخرى في آسيا مثلا هناك شعوب في آسيا تقبل عندها قابلية عالية للاستعباد من قبل النظام السياسي وتطيع وتسمع لكن أبناء هذه المنطقة ليسوا من هذا النوع شعوب هذه المنطقة تتشابه سيكولوجيا مع الشعب الروماني والشعب الأمريكي في جانبي الشعور بالكرامة والشعور بالحرية الفردية الشعور بالكرامة الذي لدى الرومان والشعور بالفردانية لدى الأمريكان هذا معروف عند العرب أو الشخصية العربية قريبا منه لولا أن أنظمة الحكم التي أذلتهم بقوة الحديد والنار قد جعلتهم بهذه الحالة إذن نحن أمام فكرة لا تصلح للأزمنة القديمة نفسها حيث ساد الجال فما بالنا بالعصر الحديث وإذا كانت رياح التغيير أو بالأصح رياح السموم إذا كانت رياح السموم الإقليمية والدولية قد أتت كما تشتهي السفن الإمامية فإن هذه الرياح لابد أن تتوقف يوما ما وقد يكون قريبا أكرب بما نتوقع الجماعة الحوثية في نظر الفاعل الأجنبي الذي جاء بها ودعمها هي مجرد أداة أداة لاشتثاث خصومه الإسلامي الأمر بات معروف لكن هذا الأجنبي يدرك أن الأداة بطبيعتها ليست كائنا عضويا يمكن أن يتكبله النسيج الاجتماعي يعني الأداة في فرق بين أن تغرس مسمار في الأرض أو تغرس شجرة الشجرة ممكن تنمو وتستمر لكن المسمار لا يمكن أن يستمر لأنه مجرد أداة المعول لو غرسته في الأرض لن ينمو لأنه مجرد أداة والمشاريع الأداتية لا يمكن أن تنمو وتستمر لأنها أدوات غير قابلة للاندماج في النسيج الاجتماعي وهذا يعني عدم ضمان استقرار اليمن بكاء الحوثي هو ضمان لعدم استقرار اليمن وقد يكون من مصلحة الفاعل الأجنبي أن تستكر اليمن على الشروط التي يضعها هو لليمنيين ولهذا نقول إن فرص بقاء الحالة الحوثية ضئيلة ضئيلة لأنها مرفوضة من الداخل المحلي ومن الخارج الإقليم العربي والذي يعيق حسم المعركة اليوم ليس عجزة الشرعية كما يقول الشرعية تم تفتيتها وإضعافها ولا قوة الانقلاب لا الشرعية عاجزة ولا الانقلاب قوي الذي يعيق الحسم هي الأجندة غير الواضحة حتى لا نقول غير الشريفة لكل من السعودية والإمارات الأخوة في السعودية تحديداً يريدون نصراً على الحوثي لا تستفيد منه جبهة فبراير أو لا يستفيد منه الإصلاح تحديداً حزب الإصلاح هذا ما قلناه بالأمس وهذا ما أكده الكاتب السعودي جمال خاشكتيكا بليومين إذن الأجندة السعودية والأجندة الإماراتية هي التي تعيق حسم الأمر في اليمن إلى اليوم وهذه مسؤولية ينبغي أن يدركها الجميع أخيراً أدركنا اليوم كما أدرك آباؤنا الأحرار معنى عبارة الجمهورية الشرفنا وبقي أن نعرف ما الذي بإمكاننا أن نفعله لإبقاء جذوة سبتمبر مشتعلة لا تنطفئ في النفوس الرهان على هذا الرهان على أن تبكى هذه الجذوة مشتعلة لأنها إذا انطفأت وأظلمت الحياة من حول اليمنيين تسلل اللصوص في الظلماء تسللوا إلى فراشنا وأخذوا كل شيء بما في ذلك كرمتنا وشرفنا ما نحتاجه اليوم هو برنامج ثقافي شامل وعميق يحصن الوعي اليمني من قابلية الاستحمار ويحصن الروح اليمنية من قابلية الاستعباد هناك قطاعات من الامة اليمنية للأسف لديها قابلية للاستحمار وقابلية للاستعباد تشبه القابلية للاستعمار التي تحدث عنها المفكر الجزائري مالك بن نبي والنخبة اليمنية المثقفة عليها مسؤولية معالجة هذه القابليات قابلية الاستحمار وقابلية الاستعباد النخبة اليمنية عليها أن تعالج هذه المشكلات لماذا يظل لدى المواطن اليمني هذه القابلية للاستحمار لتزييف الوعي لتكديس الوهم والخرافة لماذا لم نحسم هذا الأمر طوال خمسين سنة نحن بحاجة لبرنامج ثقافي واسع يوقظ الشعور بالكرامة والحرية لدى المواطن اليمني برنامج واسع يوقظ الوعي الجمهوري الشعور بخطورة المشاريع الضيقة على مستقبل اليمنيين ويوجه الوعي تجاه دولة الإنسان فقط لا غير دولة الإنسان لا دولة الجهة الفلانية ولا المكون الفلاني ولا المذهب الفلاني دولة الإنسان فقط هذا الوعي ينبغي أن يحضر نحن بحاجة إذن إلى مشروعين مشروع سياسي يبحث عن دولة المواطنة الدولة الجامعة مشروع وطني جامع للجميع يتجاوز العناوين الصغيرة العناوين الحزبية العناوين الجهوية العناوين والمذهبية هذه عناوين ما قبل الدولة ينبغي أن نتجاوزها في مشروع وطني كادم وأيضا مشروع ثقافي يعمق روح الولاء للوطن يعمق الشعور بالحرية والكرامة حتى لا نصبح ضحايا للاستعباد والاستحمار لأنه أحيانا ندفع ثمن إهمالنا كنخبة سياسية ونخبة ثقافية ندفع ثمن تقعسنا هناك فئات في المجتمع اليمني معزولة بعيدة عن الوعي هذه الفئات هي أدوات المشاريع الضالة أي مشروع ضال يروح يتفقد له هذه الفئات التي لديها قابلية للاستحمار كما قلنا وقابلية للاستعباد ويعيد توظيفها لصالح مشروعة على حساب المشروع الوطني على حساب الجمهورية هذه هي مسؤولية المثقف الآن والنخبة اليمنية وعليهم أن يقوموا بواجبهم أو يلعنهم التاريخ كما لعن الذين من قبلهم إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة